أكيد على العموم ننتقل لموضوع آخر تحديدا في جدة برنامج لتعليم الأطفال قوانين السلامة المررية على الطريق تحت مسمى سلامة لاند البرنامج هو إحدى مبادرات عبداللطيف جميل الاجتماعية ويقام لمدة 14 يوما خصصة فيه خيمة تضمنت طبيعة الشوارع والطرقات العامة كمسارات للمشاة وشوارع افتراضية للسيارات بهدف تعليم الأطفال أنظمة وقوانين استخدام الطريق للحديث أكثر عن المبادرة ينضم إلينا من جدة الزميل نواف الكثامي صباح الخير يا نواف وطبعا يعطيك العافية أنت متواجد معنا طبعا من قلب الحدث إذا تبتدي ممكن تأخذنا في جولة في المكان أهلا بك يا سارة وأهلا مهيرة وصباح الخير للمشاهدين طبعا هنا موجودون في هذا المكان حيث من المتوقع أن يستقبل سبعة آلاف طفل خلال 14 يوما في تدريب عملي لطريقة القيادة بشكل سليم وعامل كما يتضح خلفي بدأت الخيمة التي عدت هنا في استقبال الأطفال المستهدفين من هذا التدريب العملي طبعا جدة تعرفت قبل أيام أيضا تدريب لطلاب الجامعة شارك فيه خبراء جانب من أنجلترا وعمان والإمارات وكل هذا يهدف لنشر الثقافة السلامة المرورية خاصة وأن المملكة تعتبر من أكثر دول العالم في وجود أو في الحوادث المرورية التي ذهبت من أكثر من 86 ألف من السكان خلال 27 عام نوافل تقريب الصورة أولا ممكن ترفع المايك عشان الصوت مش واضح وإذا أمكن تأخذنا في جولة خلي الكاميرا تأخذنا في جولة للمكان على المكان طبعا كما يتضح معكم الآن هذا هو الفصل الدراسي الأول هنا يتم الشرح للأطفال قواعد السلامة المرورية يكون هذا الشرح على الشاشة التلفاز قبل أن ينطلقوا في جولة تدريبية وتطبيق عملي لما شاهدوا على الشاشة من هذه القواعد توجد عشر مركبات وهنا كما تشاهدون هذه المركبات التي سيستقلها الأطفال طبعا الأرضية أو المكان مهيئ وكأنه شوارع حقيقية موجودة فيها الإشارات المرورية موجودة أيضا علامات التوقف علامات العلامات المرورية التي تفيد بعدم السير بشكل خاطئ هنا أيضا هناك دوار هناك إشارات مرورية هناك بعض الطبيعة يعني أيوة جميل جدا في شارع حقيقي بس النواف يريد بس ترفع المايك أكتر من كده حابين نسمع صوتك يعني صوتك ما شاء الله عليه حلو فخلينا نسمع على هذا الصباح وشيء الثاني اللي بدي أسألك عنه التلاميذ أو الأطفال بعد ما يخطعوا لهذا التدريب هل مثلا حياخدوا شهادة إنهم اتدربوا؟ المسؤلون هنا يقولون نعم هم سيحصلون على رخص كدافع معنوي لهم وكترسيخ لهذه الثقافة التي وصلت إليهم في سن مبكرة هذا البرنامج يطبق للمرة الأولى في السعودية وكانت جدة هي الحاضنة لهذا البرنامج سبعة آلاف طفل من مختلف المدارس والروضات الأهلية أيضا هناك بإمكان الأسر استحاب أطفالهم في أوقات المساء لتجربة القيادة وتعلم الثقافة المرورية وقواعد سلامة الطرق كم أعمارهم يا نواف؟ نعم العمار تتراوح بين السن الرابعة إلى العاشرة عشر سنوات الأطفال أيضا يأتيون بعض المدارس تأتي بالحافلات كما نشاهد في الخارج هناك أيضا روضات نعم جميل صراحة المبادرة جميلة وأتمنى بالفعل أنها ترسخ فكرة سلامة الطريق وأهميتها لما يكبروا ما ينسوا الدروس التي تعلموهم أصغر شكرا للزرمين نواف الأكثامي نضم إلينا من جدة ترجمة نانسي قنقر